السلام عليكم أعزائي طلب الصفة الخامس البتدائي بالمحاضرة الثانية الخاصة بالوحدة الخامسة قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والمشاركة كتاب الطالب صفحة 60 يقول هنا عدنا مجموعة كلمات الفكرة شنوم عدنا مجموعة كلمات هنا ويقول لي هذه الكلمات أقدر أعدها إذا أقدر أعدها فاشتعتبر countable معدود أو هذه الكلمة ما أقدر أعدها I can't count ما أقدر أعدها فإذا ما أقدر أعدها فاشتعتبر uncountable حسنا نجي الكلمة الأولى رايس اللي هي معناها روز هذي تعتبر غير نعدود قلنا I can't count ما طول من تهيت لي بأس الجميع فاشتعتبر countable معدود خبز غير معدود salad الصلاطة أو الزلاطة احنا نقول أيضا غير معدود cherries من تهيت لي بأس الجميع معدود chicken دجاجة غير معدود apples اتفاح بأس الجميع معدود cookies أيضا به أس الجميع فاشتعتبر معدود ءسه راح نتعلم ماي kilos نحول الاسم غير المعدود إلى اسم معدود ما نحول الاسم غير المعدود حتى أسوي إلى اسم معدود اريد إحول اسم غير معدود قد أسوي معدود اضيف له محتوى يناسبة يعني شي انها السلاحة باو عسا عدي مثلا ذلك الكلمات لأسماء غير المعدودة chocolate اللي هي شوكولاتة rice الرز lemonade عصير الليمون water mat tea chai cola اللي هي الكولا احنا قلنا ذلك نكون هن غير معدود صح؟ زيان التسويهن الى معدود شلون؟ بس اضيفي لهن محتوى يناسب يعني مثلا chocolate الشوكولاتة مجرد ما اقول a box of chocolate صندوق من الشوكولاتة تحولتلي من اسم غير معدود الى اسم معدود يعني اقدر اقول صندوقين من الشوكولاتة للصناديق تمام شوفو شون اتحولت من اسم غير معدود الى اسم معدود rice r Hause اريدي اصويها من غير معدود الى معدود فش را حقول a bag of rice كيس من الرز تحولت من غير معدود الى معدود lemonade الي هو عصير الليمون اقدر اقول A tin of lemonade Tin معناها علبة علبة من عصير الليمون Water A bottle of water قنينة من الماء او نقول بطل من الماء Tea A cup of tea Cola A tin of cola علبة من الكال اهنان هساني يصير اقول A bag of lemonade كيس من عصير الليمون عرفنا يعني شنو محتوى مناسب للاسم يعني كوني ناسبة ما يصير اقول هنا مثلا A tin of fries علبة من الرز ما ترهم ذن الاضافات او ذن المحتويات ذن لازم تعفظ هنا ورح نحتاج النسب التمرين اللي بعد لاحظة سعدنا هنا بكتاب الطالب صفحة واحد وستين يقول What do you think ماذا تعتقد Can or cannot you count تستطيع او لا تستطيع مطيني كلمات يقولي اذا نقدر انعدها فنخلي صاحب حق للياس وذا ما نقدر انعدها نخلي صاحب حق للنو لاحظة العبارة الاولى Can you count lemonade تقدر تعد كلمة lemonade عصير الليمون وحده بدون محتوى احنا قلنا كل السوال تعتبر غير معدود فراح اقول لا احنا قلنا نضاف محتوى لالاسم غير المعدود يتحول الى اسم معدود فنقدر انعدها فاش راح اقول yes can you count a bottle of water نقدر انعد قنينة من الماء ايضا ما طول نضاف لمحتوى مناسب لصاح can you count a cup of tea ايضا نقدر انقول صاح a box of chocolates ايضا صاح فابح زين اصلا راح ننتقل الى كتاب النشاط صفحة 58 نقول complete the names of the containers يقول اكمل اسماء الكمية او اكمل اسماء المحتويات اصلا قلنا هذا محتوى نضيفه على الاسم غير المعدود حتى يصير اسم معدود packet اللي هي معناها باكية هذه cup كوب books صندوق tin علبة bottle قنينة bag keys تمارين بيليو بنفس الصفحة يقول look write see for countable and you for uncountable يقول انظر اكتب اذا كانت العبارة ماتك countable معدودة فرح نخلي لها see اللي هي معناها countable معدودة وذا كانت عبارتك uncountable غير معدودة فخلي you نجي نلاحظ الولاء a packet of biscuits باكية من البسكتز معدود see coffee قهوة واحد وسائل بدون اضافة محتوى تعتبر غير معدود زين اذا قلت a cup of coffee كوب من القهوة شو سيكون جاوبي countable a box of chocolates صندوق من الشوكولات countable معدود اضفت لها محتوى كولا واحد هي سائل غير معدود بس اذا قلت a tin of cola علبة من الكولا تمام معدود water ما واحد هي وسائل يعتبر uncountable بس اذا قلت a bottle of water راح تكون countable عند اضافة المحتوى a bag of fruit كيس من الفواكه معدود بس اذا قلت فورت واحد يفواكه فتعتبر غير معدود واضح الى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم نسألكم الدعاء بالتوفير ترجمة نانسي قنقر اشتركó دراسœ بدأ اشتركوا です experiencing